لم تنجح القوى السياسية في البرلمان العراقي من تمرير قانون المحكمة الاتحادية بشكل كامل بسبب الاختلاف حول دور وصلاحيات فقهاء الشريعة المراد تعينهم داخل المحكمة زيادة تعقيد المشهد يعطي المحكمة خللا أكبر ويعطي انسيابية أكبر لكل يفسر القانون على هوا لذلك أعتقد الاعتراض على هذا القرار هو أكثر إصابة وأكثر نجاعة ثم تجملت انتقادات رفيضة لإخضاع الدولة إلى الحكم الديني عن طريق القضاء وتعين فقهاء يكون لهم دور فعال داخل المحكمة الاتحادية فالبعض اعتبره مخالفة دستورية فيما ذهب آخرون لوصف الأمر بأنه اغتباس من الدستور الإيراني وجود هذه الممثلين عن الوقفين السني والشيعة وفقهاء دين من السن والشيعة داخل هذه المحكمة قد يجعلها تذهب باتجاه ديني إسلامي وتتمحور الخلافات حول آلية تكوين المحكمة الاتحادية واختيار المرشحين والتصويت داخل المحكمة وعدد القضاء والفقهاء فضلا عن كيفية توزيعهم بين مكونات الشعب وجود فقرات مثيرة للجدل في قانون المحكمة الاتحادية قد يعرقل إقرار هذا المشروع وبالتالي يعني أن الانتخابات المبكرة قد لا تجري في موعده المحدد فالقانونان والأمران مرتبطان ببعضهما والكتل السياسية تحاول خروج من هذا المأزق بأسرع وقت من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل الغد اشتركوا في القناة